شارك نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سفير حمد لوزا نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والذي عقد بدعوة من وزيرة الخارجية الفرنسية وبمشاركة العديد من الدول المانحة ووكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقلمية طالب نائب وزير خلال كلمته بدعوة كافة الدول للاعتراف بدولة فلسطين وبدعم حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة والتأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ودات سيادة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لمقرارات الشرعية الدولية هو الحل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط شكرا